سفارة أفغانستان في العاصمة الأمريكية واشنطن كانت على مدى سنوات عنوانا ومقرا للعلاقة بين الولايات المتحدة والنظام السياسي الأفغاني الذي أقامته واشنطن ودعمته على مدى عقدين من الزمن انهار ذلك النظام بسرعة مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل عام واحد بات هذا المبنى مهجورا اليوم ولم تعترف واشنطن بعد بحكومة طالبان في أفغانستان كذلك يبدو مجهولا مصير عشرات الآلاف من الأفغان الذين هربوا من بلادهم مع استيلاء طالبان على السلطة فيها إنها الصور التي لي ينساها العالم صور عمليات إجلاء الأفغان من مطار كابل مع الانسحاب الأمريكي لكن أخبارهم والاهتمام بها توقف شيئا فشيئا في الحقيقة نقلت القوات الأمريكية في عملية كبرى حوالي الثمانين ألف أفغانيين إلى أمريكا في فترة قصيرة تابان إبراز التي كانت مقدمة برامج في أفغانستان رأت حياتها بأسرها تنهار أمامها في تلك الفترة أفكر بنساء والأمهات في أفغانستان اللواتي لا يقدرن اليوم على الخروج من بيوتهن فتيات شبات لا يسمح لهن بالذهاب للمدرسة وتحقيق أحلامهن لقد عمل الكثيرون لسنوات من أجل ذلك ومنهم أنا وأمنا به نقلت تابان بالطائرات إلى منطقة قرب العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تعيش منذ العام الماضي لكنها تقول إنما شاعرها ما زالت هناك في أفغانستان رغم كل مصاعبها فإن تابان كانت محظوظة إذ تم قبول طلبها للجوء والإقامة أما الغالبية الساحقة من اللاجئين الذين أتوا في الوقت الذي أتت فيه فيعيشون في أمريكا بتأشيرة دخول طوارئ مؤقتة مهدي راسخ نائب سابق في البرلمان الأفغاني ما يزال يحاول جلب زوجته وابنه الذين يعيشان في تركيا يتواصل معهما يوميا لكن الوضع صعب على الطرفين عندما أتصل بسلطات الهجرة أرى أن هناك خدمات خاصة محددة مخصصة للاجئين الأوكرانيين لكن وضعنا نحن أيضا سيء جدا يشير مهدي هنا إلى شكوه ما يراه طريقة مختلفة للتعامل مع اللاجئين القادمين من الأزمة التالية التي حلت بالعالم بعد أفغانستان بينما تتحرك معاملات الأوكرانيين بسرعة فإن العمليات مع اللاجئين الأفغان تعاني من خلل كبير أما السؤال عما حدث العام الماضي من انهيار سريع بل وهائل للقوات والحكومة الأفغانية أمام حركة طالبان فقد كان حاضرا دائما مع من التقيتهم لقد سند الشعب الأفغاني أمريكا وساعده لقد قاتلنا الإرهابيين معا لكن الأمريكيين نسونا الآن أفكر في الأمر كل يوم أعتقد أن الحكومة الأفغانية كانت مسؤولة والحكومة الأمريكية أيضا مسؤولة عما جرى وما يجري في أفغانستان بين أسئلة الماضي والمستقبل ليعيش اللاجئون الأفغان في أمريكا آملين في الحصول على أجوبة تغير أوضاعهم نحو الأفضل رافد جبوري بي بي سي نيوز عربي واشنطن